اشتركوا في القناة اشار الى رغبته بالحوار ولكن عن اي حوار يتحدث حوار بلا شروط حوار تتنازل فيه الدول الداعية لمكافحة الارهاب عن حقوقها وحقوق شعوبها بدعوة ان الدوحة تريد حوارا بلا شروط او حتى مطالب فاذا كانت الدول الاربع ستتنازل عن مطالبها قبل الحوار ما الفائدة من الحوار اذا هم يقولون انهم يريدون الحل التفاوضي لكن في نفس البلد يرفضون الكلام عن مطالبنا 13 كيف يحدث هذا انت لما احنا لما نحط مطالب هذه تتعلق بامور تخصنا ونراها خطر علينا يعتبرون نصها مس بسيادتهم ونصها مرفوضة طيب نتكلم عن ايش اذا انهم قبلوا بان هذه مطالب حقيقية ومستعدين انهم يلبونه ويناقشونه ويرضون في هذا الشأن اهلا وسهلا غير ذلك لن نضيع وقتنا في كلام غير ذا فائدة يطول الى الله اعلمك الدور الامريكي في الازمة القطرية دور رافد لطريق الحل هذا فحو ما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة والذي حمل في طياته ووفق العلاقات بين الدول الاربع والادارة الامريكية حمل هذا الخطاب رسالة ثقة بان لا تخرج الازمة عن حدودها وان دول الخليج قادرة على حلها فخامة الرئيس دونالد ترامب من البداية كان حريص ان هذه الازمة ازمة قطر لا تتفاقم وحنا كنا متجاوبين مع فخامة الرئيس الابعد حد لان ندري هو حليفنا الكبير في المنطقة للامن والاستقرار وهو اللي يتطلع ان هذه الازمة تظل في حدودها وتعالج اي شيء قد يضر المستقبل اللي هو الارهاب ودعم الارهاب لكن رغبته في حل هذا الموضوع هو رغبته في ابقاء هذا التحالف قوي مع الولايات المتحدة وهذا التحالف موجود وقوي وازمة قطر هي شيء بسيط وتعاوننا كلنا كدول اربع مع الولايات المتحدة اكبر من هذا الازمة بكثير العلاقة الايرانية القطرية علاقة وطيدة مستمرة منذ فترة طويلة ودول الخليج والمنطقة برمتها تعتبر ان ايران طرفا رئيسا في دعم الارهاب وزعزعة الامن والاستقرار واستمرار هذه العلاقة بين الدوحة وطهران لا يخدم حل الازمة العلاقة بين قطر وايران لم تبدأ بعد الازمة موجودة من قبل موجودة كان هناك دعوة للحوار من امير قطر للحوار مع ايران كان هناك توجه بان يكون علاقتنا احسن وكنا نسمع دائما الكلام وهذا كلام استمر استمر فالمسألة ما فيها انه وزاد شوي في تعليقات وفي بعض المراسلات وفي بعض البرقيات هذا الشيء لا يخدم لان احنا الخطر يأتينا من ايران وهذا الشيء لا يخدم لطالما كانت العلاقات الدبلوماسية هي لغة القادة على اختلاف مذاهبهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية والذي يربطهم ويجمعهم هو ما تعاهدت عليه الدول واجتمعت من احترام للسيادة وحفظ لحقوق الجيرة وفقا للمعاهدات الدولية والمواثق العالمية وهذا ما يبدو ان قطر تواجه مشكلة ذاتية في فهمه او في تطبيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة